في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024-2025 ترأس رئيس مجلس الأمة سلاح كوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بغالي اليوم اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان وممثلة الحكومة باسمع زوار وزيرة العلاقات مع البرلمان وبالمناسبة أكد بغالي أن الاجتماع يأتي بعد تثبيت ركائز ديمقراطية والتي تجلت في انتخابات الرئاسية بانت عن وعي شعبي كبير كما أنه يتزمن ومرور عام كامل على اندلاع المقاومة الفلسطينية في وجه العضوان الصهيوني الغاشم من جهته أبرز جوجيل الأهمية التي يكتسيها ويستوجبها التنسيق والتكامل بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني معرجا على حرب الإبادة الصهيونية الهمجية على غزة والأراضي الفلسطينية من جانبها أشهدت ممثلة الحكومة بحرص رئيس الجمهورية على عقد لقاء سنوي يجمعه بأعضاء البرلمان قبل أن تعرض قائمة الـ 32 مشاريع القوانين المدعة حاليا لدى المجلس الشعبي الوطني وتلك التي يمكن إضاعها لدى أحد مكتبي الغرفتين حسب الحالة والتي يمكن أن تشكل جدول أعمال الدورات البرلمانية العادية الجارية ترجمة نانسي قنقر